وصل إلى حوالي 25 ألف شخص هزورة، قلت في الكثير من الكثير من العالم الأراضي أن المولاد يقول أن هذه المتجارات هي حج وهذا هو حج يمكنني أن أضع لكثير من الكثير من دكتور محمد سعيد رمضان البوطي محمد السعيد الشراء بممئنه في المنور الغرب هو صحيح المحمد بممئنه سخة عقليان البوطي أم بكثير أن هذا الناس كذلك لا تستعرف ماذا تعرف سيكون فقط جدا من الى المولاد من من الأحب الملواطس الذين يعتقدون ربما هناك في المولانا المؤمنين لأنني قد قرأت في بعض الكتب اللواء العربية وهناك الكتاب مشهور اسمه الكبرى يقينيات القومية للدكتور محمد سعيد رمضان بوثي يذكر في هذا الرجل بأن الأحمديين يحجون إلى قابيان في مثل هذه الاجتماعات يجيب حضرة أمين مؤمنين مستغربا ببهشة بالغة كيف يمكن لرجل عالم وكما ذكرت له عميد كمية شريعة في جامعة أن ينصدق أن ينخبع بمثل هذه الافتراءات وهذه الأكاذيب وأن يصدقها هذا باطل وفي الحقيقة أننا كمسلمين أن نؤمن ونطبق الأركان الخمسة التي إحداها الحج إلى ذلك أتحب كل الاربين وهذه دعوة من حبرة أمين مؤمنين إلى جميع العرب أن يذهبوا إلى الجلسة السنوية في قاديان بيروا بأعينهم هذه الجلسة العلمية الإسلامية ويروا فيما إذا كانت حج كما يزعمون وينقلون كذبا على لسان بقية العلماء في الباكستان وغيره إن شاء الله they will be taken proper care of but if they inform us or قاضيان ahead then they will be saved the trial of eating hot food otherwise it cannot be guaranteed you know so let them give us a short notice or at least when they arrive they tell them it's not really for us وحرصا من مولاني أنهم مؤمنين على الطعام الذي سيقدم إلى هؤلاء يقول عليهم أن يعلمون مسبقا عن عزمهم على السفر إلى فلك البلاد ليشاهدوا هذه الجلسة كي لا يقدم لهم الطعام الحار الشديئ الذي استعمل فيه البهارات الحارة التي قد لا يستطيعون تناولها لنأخذ بعين الأثبار مجيئهم ويقدم لهم الطعام الذي يستسيهون ترجمة نانسي قنقر